الحطيئة تفادي كمات الخيل من وقع رمحه تفادي خشاش الطير من وقع أجدلي في البيت بيان قوة الممدوح وحسن ضربه بالرمح حتى أن الفرسان لتتجنب ملاقاته في الحرب وتتفاداه تفادي صغار الطير للطير الجارح وكأن رماح الممدوح مصبوبة بدقة كدقة الصقر في الوقوع على فريسته ويقول ذي الرمة أمير أبي موسى ترى القوم حوله كأنهم الكروان أبصر بازيا ولقد كان للعرب معتقدات وأساطير ترتبط بالطير كثيرا من ذلك ما ذكر المبرد أن العرب تسجر على السانح وتتبرك به وتكره البارح وتتشاءم به والبوارح هي الطيور التي تمر من يمين الرأي أما السوانح فهي التي تمر من اليسار ومما يجدر الإشارة إليه أن أمر السانح والبارح كان معتقدا في العصر الجاهلي يشير إلى نوع من مواجهة إنسان ذلك العصر لمصيره وتوجسه من المجهول بإذا أنه لم يكن للعرب كلهم متفقين على أمر السانح والبارح فأهل نجد يتمثلون بالسانح وأهل الحجاز يتشاءمون منه واستمر الاعتقاد بهذه الظاهرة حتى أتى الإسلام فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ومما يظهر مكانة الطير لدى العرب أنه قد يسمى بعض الأولاد بأسماء الطير فكان بينهم القطامي والسقر واليعقوب والحجل والهيثم وفرخ العقاب وعكرمة وغير ذلك هذا بالإضافة إلى أنهم قد جعلوا له صفات كثيرة واهتموا بصوته وجعلوا لكل صوت طير اسما فقالوا هديل الحمام ونعيق الغراب وصياح الديك واهتموا كذلك بمساكنه وأمكنته التي ألفها فتناولوا ذلك في أشعارهم نجد مثلا في مساكن الطير التي ذكروها في أشعارهم أمر القيس لما قال في قصيدته وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد لوابدي هيكلي فوضح الشاعر أنه في خروجه لطلب الرزق والصيد يكون مبكرا بخروجه وهو على فرسه وأنه يسبق الطير في الخروج من منازلها وعشاشها وكان جهم بن خلف المازني مختصا بالحيوان والطير في شعره يصفها ويتغزل بها ويبكي لبكائها ويرثي لحالها ويجد في ذلك العزاء والتسلية عما يجد من دنياه من المآسي ومن ذلك قصيدة رقيقة له في حمامه أضلت فريخا لها فراحت تجد في البحث عنه دون ما جدوى حتى بدى لها اليأس منه وأيقنت أن جوارح الطير قد تخطفته فأكلته فراحت تنوح عليه وتبكيه وتستدر دموع الشاعر فقال يشاركها حزنها ويصف هذا الموقف المؤثر وصفا بارعا يثير المواجع في النفس الرهيفة وقد شاقني نوح قمرية طروب العشي هتوفي الضحى وظلت فريخا فطافت له وقد علقته حبال الردى فلما بدى اليأس منها بكت عليه وماذا يرد البكى تغنت عليه بنحل لها هيج للصب ما قد مضى فلم أرى باكية مثلها تبكي ودمعتها لا ترى ويرد الطير كثيرا في سياقات البكاء والوجد كما قال شاعر وما هاج هذا الشوق إلا حمامة تغنت على خضراء سمر قيودها صدوح الضحى معروفة اللحن لم تزل تقود الهوى من مسعد ويقودها وقال يزيد بن النعمان لقد تركت فؤادك مستجنى مطوقة على فنن تغنى يميل بها وتربكه بلحن إذا ما عنا للمحزون أنا فلا يحزنك أيام تولى تذكرها ولا طير أرنى